لإخواني وأخواتي جميعا أني أرسم صورة للكلمات والمصطلحات والمفاهيم والقضايا التي تعرض كثيرا في قضايا الإدارة فأقول لكم بشكل سهل ميسر جدا أنت موجود في عام 2018 في تركيا في إسطنبول في هذا الموقع الزمني وتريد ورسمت مسار لحياتك إلى عام 2028 بعد عشر سنوات إن شاء الله إن مدى الله في الأعمار تشوفوا أخواتي رؤية واضحة بعد عشر سنوات فإذن أولا لا يمكن أن تنطلق لهذه النقطة قبل أن تستوعب هذا الواقع الذي أنت فيه أنت تريد أن تسافر تتفقد السيارة وما فيها من بنزين تتفقد الإمكانات المالية التي عندك تتفقد حالتك الصحية تتفقد الغذاء الذي معك الرفقة الذين ستصحبهم فهذا كل في هذه المنطقة منطقة الآن أنت ماضي في هذا الطريق هذا نسميه المسار مسار التخطيط فأنت يمكنك مسافر على مسافة ألف كيلومتر فأنت مخطط المسار هذا مقسم عندك إلى ثلاث مراحل أساسية أو أربع مراحل أساسية المرحلة الأولى ثلاث سنوات المرحلة الثانية ثلاث سنوات المرحلة الثالثة مثل أربع سنوات فهذا مسار الذي تسير فيه وأنت مخطط تمر على أول محطة بترتاح في مدينة ثم تمضي إلى مدينة أخرى مسار يعطيك قوة وشحنة يهيئك للمسار الذي بعده إذن هذا نسميه المسار وهذه مراحل الخطة تمام؟ طيب أنت استهدفت أشياء محددة وواضحة هنا تريد أن تصل أنت ما تصل سافر من هنا لغازي عن تاب عندك لقاء مع مؤسسة خيرية هدف عندك لقاء مع مؤسسة إنسانية هدف عندك لقاء إعلامي هذه كلها أهدافك التي وضعت هنا تمام؟ إذن نحن الآن مضيت أنت من الواقع الذي أنت فيه هذا التصور العام الإخوة الذين جاءوا مرحبا بكم حياكم نحن مازلنا كيف بدأنا فاتكم المقدمة؟ نعم إذن أنا هنا موجود أنا قلت هذا مدخل مهم جدا للتصور وأرجو أن تكتبوه أنا موجود هنا وأريد أن أصل إلى هذه النقطة بعد عشر سنوات أو خمس سنوات كأنني موجود هنا أريد أن أسافر إلى غازي عن تاب المسار الأول هذا نسميه مسار التخطيط لأنا ماشي فيه مراحل التخطيط أنا مقسم أني أنا سأمر على المدينة الفلانية أرتاح يوم مدينة الأخرى سأرتاح يوم هذه مراحل مراحل قد تقتح وأنت تسير في الطريق ستجد إشارات في الطريق ممنوع الدخول ممنوع اللف ممنوع الدوران هذه نسميها السياسات هذه هي السياسات هذه السياسات الأساسية لو خلفت السياسات قد تعود من حيث بدأت وقد تدخل في مسار لا تخرج فأنت واضع لنفسك السياسات معينة مثلا فأنت في طريق طلب العلم واضع سياسات معينة تريد أن تلتزم بها في هذه الطريقة طيب الوسيلة التي استخدمتها في الركوب هي الوسيلة هي نفس الوسيلة بالزبط هي الوسيلة التي استخدمتها قد تأخذ من هنا مئتين كيلو سيارة ثم تأخذ باس ثم تأخذ قطار ثم تستعمل الطائرة هذه كلها وسائل توصلك إلى الأهداف التي أنت موجود فيها تصورك للمرحلة الأخيرة هنا أغمضت عينيك ثم تصورت نفسك بعد ما وصلت إلى غازي عن تاب انتهيت من كل شيء خرجت انتهيت من لقاء مؤسسة خيرية من لقاء مؤسسة إنسانية من لقاء إعلامي كذا خرجت أنت مرتاح أنك أنجزت وفرجت كربات عن بعض الناس وأوصلت خضية هذه نسميها برؤية الإنسان لنفسه كيف سيكون بعد بعد أن يصل إلى تلك المدينة نفس التخطيط أنت تقول أني عندي عشر سنوات كيف تتخيل نفسك بعد عشر سنوات هذه الرؤية هي الصورة المستقبلية الذينية التي تتخيلها نفسك أنا بدأت في حفظ القرآن وأريد أن أبدأ في القرآن لكي أنتهي أحفظ القرآن على الرواية ثم أنتهي الرواية فأنا متصور نفسي مثلاً شخص مهتم بالقراءات متصور نفسي بعد عشر سنوات سأكون مرجعية للقراءات العشر في مدينة إسطنبول أو في مدينة حلق مرجعية أنا صاحب الإجازات العالية أو صاحب السند العالي أو صاحب المرجعية هذا تخيل لي نفسي كأني تخيلت نفسي أني جالس والنس تقرأ علي أو تخيلت نفسي مجتهد في مزال معين معاملات أو كذا فأتخيل نفسي وأنا كل يوم أتلقي تلفون من البنك ومن المؤسسة الإسلامية ومن اللقاءات وصبحت رقم تخيل نفسي وأنا أتكلم في التلفاز أني أنا لأن الناس ينتظروا مني فتوى ماذا سيقول في هذه المعاملة المالية وماذا سيقول متخصص في مجال المرأة والأسرة والقضايا المعاصرة أو كذا فكلمتي محسوبة متخصص في السياسة الشرعية كلمتي محسوبة متخصص في الاقتصاد كلمتي محسوبة وهكذا إذن هذا يهي من نسميه بماذا بالرؤية صحيح الرؤية الشخصية للإنسان كيف أتخيل نفسي الصورة سأكون عليها وأنت ذهب إلى هناك حدت لنفسك مجموعة من القيم أنك لا تجادل الذين معك في السفر وأنك يعني لن تبيت شيئا معينة وأنك ستصبر على المسافرين وأنك ستكون صاحب يعني خلق معين أو قيم معينة أو أنك ما تدخلش في المجال الفلاني ويوصيك واحد يقول لك شوف أنت لما تكون في المرحلة الأولى لما توصل إلى مدينة الناس هنا ممكن يكون عندهم شيء فانتبه هذا منهج رسمته أنت لنفسك وأنت ماشي هذا الذي نسميه حسب لأن فيها خلطة حسب التعريفات هي الرسالة بعضهم عندهم الرسالة هي الدور الذي أقوم بها أو الوظيفة الذي أقوم بها التعريف الآخر للرسالة هي المنهجية التي سألتزم بها وأنا أسير إذن هذا التخيل العام للتخطيط في أي نوع من التخطيط في أي نوع من الإدارة مؤسسة رؤية الآن تتخيل نفسها في وقحها اليوم فتعمل تحليل للبيئة متاحة وتقيم ذاتها وتقيم إمكانتها المادية وإمكانتها المعنوية وإمكانتها البشرية والطاقات التي عندها وبتتخيل نفسها بعد عشر سنوات أنها ستكون يعني شركة مرجعية وكبرى في مجال الإعلام متخصصة وماشي بخطة معينة وكل يوم تزيد في مجالات كل يوم تفتح في فرع كل يوم تتخصص في تخصص معين وخلال هذا الأمر عندها رسالة معينة تأدي فيها إذا قلنا أن الرسالة بمعنى الوظيفة أو المهمة فعندها وظيفة ومهمة أو إذا قلنا الرسالة بمعنى المنهاج القيم العام الذي يضبطها لأنني أنا متقيدي فإحنا مثلا نتعامل مع الناس اللي يعني زي ما تقول نشجع التيار في فهم الإسلام تكون تيار وسطي تيار معتدل نتجنب متطرف من أي جهة قد يكون متطرف صوفي قد يكون متطرف سلفي قد يكون متطرف إخواني قد يكون متطرف جهة أي إنسان عنده إحنا القناة لا قناة إحنا تدعو إلى قضايا معينة في أي شخص سيأخذ مواقف حدية وسيأخذ مواقف خارجة عن مسلك الخلاف ومسلك الإنصاف نحن كمؤسسة رؤية لن نتعامل مع هذا الأساس وهذا يخلينا نتقيد لما يجيني الضيف ممكن ما أقبله ممكن يجيني الضيف يتكلم في موضوع ممكن لا أقبله أنا مفتوح صحيح وعطي حرية رأي لكن عندي أيضا ما أريد أن أجعل مواسسة رؤية تعمل لمزيد من الهدم في الكيان الإسلامي أو مزيد من التشضي لا بالعكس أنا أريد أن هي مجال بناء مجال حوار فضاء أيضا أنا مفتوح لا أمنع الناس من عنده رأي من عنده كذا يتفضل بس يقول بأدابة بأسليبة وبحوارة وأنا ماشي الوسائل التي أستخدمها معروفة عندي بالنسبة لي أهدافي واضحة إذن هذه الكلمات التي هي متكررة تقييم الواقع وتحليل الواقع المسار الذي أنا أسير عليه الهدف الكبرى التي سأصل إليه طبعا عندي في كل مرحلة هدف أنا أصل في هدفي الآن أصل فقط ميتين كيلو هذا هدف جزئي هذه مراحل العمل الإشارات المرور التي تقيدني في عمل هي السياسات أتقيد بها وإذا كبعض الناس يتهاون في موضوع السياسات وموضوع كذا فيقع يضرب ضربات يعني موسيسات أغلقت بسبب أنها ما التزمت بالسياسات تأتي بشخص يقول لك كلمة على شاشة التلفزيون ثاني يوم يقول لك اتوكى الله أخرج من تركيا تماما أنت ملك وجود أنت إنسان تدعو إلى مسلك معين نحن مرفوض لأن خلفنا السياسة لأننا طرحناها على أنفسنا وأنا ماشي كما قلت الرسالة وعندي أيضا مجموعة من القيم متقيد بها ومتمسك مثلا هذا مسلك عام هذا المسلك هو للمؤسسات وللأفراد وللأسرة الكينات الاجتماعية يعني ممكن أسرة قيمة وضحة حالي وعارفين بالضبط وين بيوصل أولادي وين حيوصلوا وين حينتجوا وكيف حيكونوا نماذج كيف حيكونوا قدوات كيف أحافظ على معالم التزامهم الديني ومعالم فكرهم يكونوا متفوقين في الدراسة ويكونوا أيضا متفوقين في جانب التزكوي الإيمان يكون أخلاقهم عالي يكون لهم مناشط في مؤسسات إسلامية وغيرها أو مؤسسات دعوية حاملين هم أمتهم هذا كل هدف وأنا ماشي بهذا المسار وأعرف كل مرحلة ماذا سيقتضي فيه هذه المسار هذا المسار على مستوى فرد على مستوى مستوى صغرى على مستوى الصناع على مستوى تجارة هذا المسار العام لموضوع الخطة وذلك الخطة في الأساس هي التي تنقلك الحقيقية هي التي تنقلك من هذا المكان لهذا المكان